تشتعل المنافسة الانتخابية على المقعد الشعي في دائرة جبيل وكسروان وتبلغ حدها بين اللوائح المدعومة من الأصدقاء والحلفاء حزب الله والتيار الوطني الحر أحد أبرز وجوه هذه المعركة ربيعواد المرشح الأصغر سنًا في الدائرة والمنافس الأول للمرشح حسين زايتر المدعوم من حزب الله وحركة أمل في لائحة أساسية الآن عم ينقال أنه هي لائحة العهد صحيح طبيعي لائحة مشكلة تيارة الوطن الحر أن تكون للعهد لكن أنا أيضا بدي دم صوتي لصوت رئيس اللائحة مع الوزير جنوي إرداحي لأنه هو سبق وقال أنا عم قلده أنه كمان هذه اللائحة لائحة التضامن الوطني هي لائحة العهد العهد مين يعني؟ العهد يعني فخامة رئيس العماد ميشيل عون بما يخصنا نحن بنعرف أنه اليوم حزب الله عنده مرشح أو الصناع الشيء عنده مرشح موجود المرشح هذا الشخص بدي يكون حزبي حزبي وحامل بطاقة بشأن هيك ما كنت أنا هالأد هين الخبرية وهالأد سهلة يعني لو لم يكن الخيار على مرشح حزبي كان ممكن أن يكون ربيع واد مرشح حزب الله وحركة أمل؟ أكيد بنون شك قاعدة الشعبية كانت على صعيد حزب الله وحركة أمل بتنتخي بربيع هي مرتاحة رايحة على حلف في تحالف من زمان هيوية على صديق لحزب الله يمكن بتشوفني أنه أنا بشبههم أكتر بيحكي لغتهم أكتر على هالمبدأ في نسبة عالية بميل الكفل عندي يؤكد مرشح لائحة لبنان القوي المدعومة من التيار الوطني الحر عن المقعد الشعي في جبيل أنه من مدرسة الإمام السيد موسى الصدر ولا يخفي علاقته الجيدة بحركة أمل دولة الرئيس نبيه بره هو قامي وهامي هو شخص بمثل الطايفة مخضرم من مدرسة السيد موسى الصدر أنا كمان من نفس المدرسة بحال وصلت إلى المجلس النيابي هل سينتخب ربيع عواد المرشح على لائحة تيار الوطني الحر نبيه بره رئيسا للمجلس النيابي؟ أنا أكيد سأكون تحت مظلة السناء الشيعي وين بيقرروا هذا الموضوع وأكيد ماشيين بدولته يعني حتى لو كان قرار التيار الوطني الحر عدم التصويت للرئيس نبيه بره؟ حالة موقف بعارز السناء الشيعي أكيد سأكون أنا مع السناء أنا شخص ما بطل عمل تيابي يختص رعواد دوره المستقبلي بحال فوزه بالندوة البرلمانية بلقب مدوير الزوايا ويعرف عن نفسه بالوسطي أنا اليوم مرشح مستقل متحالف مع التيار صديق للسناء الشيعي بنفس الوقت صديق للتيار الوطني الحر باعتبر حالي أنا أصلا توصل بين هتلت أفريقاء بحال فوز ستكون بتكتل تغيير والإصلاح؟ صوت حزب الله وحركة أمل بالتكتل؟ أنا بدي أكون ممثل السناء الشيعي بليحة لبنان الأوي أنا بدي أمثلنا هناك يعني صوت حزب الله وحركة أمل عند التيار الوطني؟ بزعب تحبي أيام تفصلنا عن المعركة الفصل وعندها فقط سيتبين إن كان المرشح ربيعوات قادرا بكل الثقة التي يملكها أن يخرق لائحة الأمل والوفاء وإكسب ثقة مناصري الثنائية الشعية المعترضين على مرشح أتى به حزب الله من خارج بلاد جبيلا